اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأننا هنا لا نأتي للتقاط الصور لما نأتي لشراء الكتب وبالتالي نحتاج إلى فسحة من الوقت حتى يستقر المعرض ما رأيته اليوم شيء جيد ولكن نطمح إلى أن يكون أو تكون دور العلمية من الدول كذلك ليست العربية فقط الدول العربية اليوم الفلسفة تأخذ مساحة كبيرة الشارع العراقي ما عاد ذاك الشارع المتعترث الذي كان يعتاش على هذه الكلمة أنه مصر تعلف ولبنان تطبع والعراق يقرأ اليوم العراقي يطبع ويعلف ويقرأ ولذلك نحن من خلال برنامجكم نرسل رسالة إلى المعنيين أن يديموا زخم هذه المعارض وتتعدد في باقي المحافظات هذا الشيء جيد نعم لا بس لا بس سمعت الشيخ أريد من خلال كلامك حسيت عندك بعض الملاحظات ما هي الملاحظات ما هي عشق خاصة كم ملاحظة لاحظوا المعرض هو عبارة هو لماذا يعبر معرض لأنه للعرض فلابد أن يكون هناك استعراض حقيقي لما يطبع نحن في الأمة العربية أنا آخر تقرير قرأته أن في أوروبا القراءة 200 ساعة في السنة أما في الدول الشرقية أو العربية 6 دقائق فلا يوجد هناك أي وجه مقاربة بالتالي نطمح أن يكون هناك فعل حقيقي باتجاه ضخ روح القراءة يعني اليوم عندما تأتي ممكن على كتاب تشتريه وإذا هو بسعر 40 دولار 50 دولار أكيد القارئ سوف يعزف ولكن بنفس الوقت لا بد أن يوجد هناك تنوع يعني يكون هناك حالة من كما يقول استدعاء المكتبات الأوروبية أنا قبل أيام شاهدت افتتاح مكتبة في ألمانيا يعني كان للإمارات والسعودية والجمهورية الإيرانية يعني معارض هناك ومن خلال ذلك القارئ الجيد أحد الدكاترة عرفتوا بأن الأسعار جدا زهيدة وجيدة تسمح للقارئ أن يشتريها يعني معارضنا العراقية تحتاج إلى دعم حكومة تحتاج إلى دعم أعتقد لوجستي ومادي يعني اللوجستي هو فيه يعني تنظيم المعرض أكثر يعني مساحة المعرض الدول المعرض كبيرة لماذا تختزل كلها في قاعة قاعتين خلينا نفتح مساحة أكثر حتى تأخذ الكتب كما نقول تتنفس تتعرف أن كما يقال الكتب بساتين العلماء فهي عبارة عن بستان فلماذا يخزن هذا البستان في متر مترين يعني لا نفكر في قضية المادة يعني عادة لعله القائمين على افتتاح المعرض يفكرون في كيفية المردود المادي لا خلنا نفكر في تصعيد منصوب الثقاف والوعي عند الجماهير عند المجتمع العراقي يعني اليوم أيضا نتكلم بنقطة مهمة جدا شيخنا حددت فت مشكلة هي موضوع تراجع روح القراءة لدى مثلا المواطن العربي أو في المنطقة عمومة يعني أكيد هيمنة السوشال ميديا كذلك غياب الرقابات التطور يأخذ يعني جون لوك يقول في علم الاجتماع أن كل تغيير مفاجئ يولد تمرد بالتالي نحن اليوم أمام عولمة أمام تغيير في كل الدول ليس فقط في العراق يعني منطقة ملتهبة في صراعات سياسية أكيد جزء من اللعبة السياسية هو لعبة الأمم التي يعبر عنها بالقوة الناعمة القوة الناعمة هيمن تسرق الشباب بدل أن يقرأ يأتي به إلى برامج التوك توك والفيسبوك والإنترنت فتلهيه عن القراءة بكل صراحة من لم يقرأ يوميا لا يمكن أن يعمل أبديت لعقله العقل عبارة عن قابل ويحتاج إلى عملية أبديت مثل الرفرش بالحال بالفعل فهو لم يكن هناك قراءة يومية أو على الأقل يعني كما يقال في الشهر قراءة كتابة أنا يوميا خلص كتابة ما شاء الله طبعا وكورونا من نعم كورونا علينا شخصيا كنت أعملت مسابق مع أحد الأصدقاء ووصل خمسة أنا وصلت باليوم ثلاثة ما جاوزت بعدين أن أكثر من هذا كل التحية قراءة لو سمحتك كذلك أطمح أن يكون قراءة وفقد فلسفة جاكدريدة يعني لا تتبنى كل ما تقرأ حاول أن تقرأ ويصبح لديك خزين وتراكم من ثم تتبنى الأفكار لا تكون حبيس الكاتب لأنه كما يقول عبدالله بن قزيز موت المؤلف هنا يموت المؤلف مشكلة الشاب العراق إذا قرأ كتابه على الماركس صار شيوع قرأ كتابه على أحمد البنة صار بالأخوان المسلمين أحسنت أحسنت إذا كنا نحتاج تحصين هذا ما أود قولي أنه ليس كل ما تقرأه وتتبنى لابد أن تقرأ ضمن فلسفة جاكدريدة قراءة ما بين نصص وموت المؤلف أنا أرى أنه عبارة عبدالله من قزيز دقيقة موت المؤلف أنت تصبح صاحب النص ولابد أن يكون فهمك للنص عميق ذلك من أين يأتي من التراكم المعرف الذي تتعاطى في حياتك اليومية بالقراءة والمطالحة بلتحيي لك شيخ أنه استمتع بواقع أنا مستمتع بك شكرا جزيلا شكرا جزيلا طب أنا أحبت المشاهدين معلومات حلوة من سماحة الشيخ أنه للأسف راسفين جدا نحن للأسف يعني أنه يكون موضوع ده يصير عد الشاب العراقي أو عموما الشباب اللي بالمنطقة لما يقرون كتاب يتعمقون بأكثر ويتبنون الفكر بيه لا بالعكس تطلع على كل كتب يعني مثل ما نطلع تمثل أنه شاب اليوم العراقي خرار الكتاب عن ماركس صار شيوع خرار الكتاب أن البنة صار من الأقوان المسلمين وهكذا يعني يعني إحنا ما نتمنى أنه تكون المعلومات صح الثقافة العامة حلوة أستاذنا الغالي الله يحفظك نتشرف بيكم إحنا حلا بيك قناتكم هاي السلام عليكم أستاذ نحياكم الله الله أخليك أخبارك الحمد والله تعرف بيك أنا دكتور حاكم حبيب القرار من جامعة الإسلامية بالنجف سحياتنا لك وإنت من سكنة النجف بل من سكنة نحياتنا لكل أهلنا بالنجف نحياكم الله أنا سهلا بك دكتور أنت جاي اليوم البغداد يعني على مدى المعرض أكيد يعني المعرض هو يوم مخصص إلى هذا عادة مرتين بس يعني اليوم هذا مخصص للمعرض حقيقة معرضة يعني جيد ونشر كثيرة به وأسعاره منها زيانة ومنها يعني أكثر من المطلب حقيقي يعني دكتور يعني شوان شفت الأسعار غالية وان شفت الأسعار منمس يعني الآن الشؤون الثقافية أسعارهم جيدة ديوال وقف سني أسعارهم جيدة بعض دور النشر العراقي واللبنانية لكن ربما يعني الكتب الحديثة وما أنسى دار الحكمة يعني حقيقة أسعارهم جيدة يعني حتى الدوريات ما لا تكون أهم معقولة جدا يعني تعرف أنت يعني بالنسبة ليشتري الكتاب مرة تيجي أنت على كتاب معين حتى تأخذ ومرة أخرى لا تنظر للعناوين وتشتري فاللي جاي يشتري ما يتوقف يعني ربما يعني هو محتاج الكتاب عموما هو هذا المعرض مع المعرض اللي يجي إن شاء الله المعرض الآخر معرض العراق سنويا يعني لا باش دكتور بالنجا في الأشهر ما يصير معارض الكتب؟ يعني قبل آخر معرض يمكن قبل أربع سنوات عجب ما استمر ما أعرف يعني هاي تدري قضايا يعني تتعلق بدور النشر يعني أمور هاي تدخل بها مو سهل إقامة المعرض جامعة ليش ما تسوي تتمنى موضوع المعارض؟ تتسوي مو معارض خارجية يعني دور نشر محلية بلي تصير معارض جامعتكم الخاصة بلي صار أكثر من معارض بيها معتمدة على دور النشر الوطنية يعني اللي بالعراق فقط أما من بعيد ما يعني بس كان بالنجا في القام معارض معارض أيضا جيد بعد انتهاء المعارض ببغداد شان يذهبون يقيمون هناك معارض يعني دار النشر من تهيئ لها فرصات لمعرض آخر تقبل يقول لها ليش أرجع كتب وطائرات ووزن وغيره يريد يبيع فمن يصير لها فرصة مثلا أعتقدي قبلوها آها يتدري مسألة الثقافة يعني الراد هواي أشياء بس عموما اللي شاهد هاي الناس والأعداد يعني أنا أتكلم مع الدكتور كونيلي كل واحد شاهد عنها قبيدة فإذا فرضنا الداخلين الآن فهد بخمس تالاب كل واحد شاهد الكتابين يعني اليوم مثلا فهد عشر تالاب كتاب حقيقة يعني رقم جيد رقم جيد وهذا المقول القديم اللي قيل أن اللي يطبع بيروت والكذا واللي يقلق واللي يقرأ العراق يعني فعلا هذا الآن كل التحية لك شكرا حياكم والله شكرا لك يا ملا أعفادكم حبيب طبعا حبة المشاهدين أكيد إحنا مستمرين بتخطيتنا لهذا اليوم ولكن واحد هذا الفاصل كما هو أيضا شكرا لكم أحبا عن تقليتنا الخاصة ودكتور والطبيب أسنان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الدكتور أنت من بغداد؟ من بغداد يعني تحياتنا إليك دامنا نتسوال لأي شخص اليوم يجي لمعرض بغداد دولي الكتاب أسئلة عن عموما رأيه بالمعرض والله المعرض كفكرة يعني كظاهرة ثقافية مهمة خاصة لأهل بغداد تجمع ثقافي يعني كظاهرة ثقافية كلش حلوة ومفيدة في نفس الوقت نعم دكتور اليوم أنت كم متخصص بالطب لما تجي إلى معرض بغداد دولي الكتاب تجي فقط مثلا على الكتب لتخص مجالك لو لا شغلة حامة هناك تعرف كلش حلوة للمثقف المثقف هو كل من يغادر اختصاصك فدائما نحن كم متقفين وانا نبدأ فقط باختصاصنا نحاول أن نقرأ أي شيء روايات قصص كتب فكرية كتب تاريخية أدبية يعني في صورة عامة يعني تجهد من شك تجهد ولا ك料 كتب الفكرية كتب الأدبية روايات نرى نقش روايات رأيك بالأسعار أسعار أسعاري حسب نوعية الكتاب وحسب نوعية دور النشر بعض دور النشر على أسعارها غالية وبعض لها أسعارها مناسبة فهيا حسب نوعه وباللوحة حسب نوعية الكتاب أيضا على كتب علمية أسعارها غالية يالك يخص مجالك؟ قليل أكثر شيء للتجاه حول الكتب الأدبية كتب العلمية والطبية يعني قليلة كان على دار مصري دار مصري كان الكتب اللي موجودة بي بس كانت تغلبة كتب دينية فصراحة مستوتني كتبني حبيب كل شكرا لك مرحب بك عين وساني بك حبيب طبعا حبيبت المشاهدين سلام عليكم وعليكم السلام السيد عرف بيك أنعام وين من بغداد متخصص العلمي أول اسماج السيار عيوم واليوم مصرفية لما اليوم جئت إلى معرض بغلال الدولي للكتاب جئت على تخصص أو لا تتبحتين على أي كتب والله فصراحة على تخصص اللي حاليا أنا مرحبت كتابة فمحتاجة يعني كتب على تخصصي حتى أبدي نشروع يعني كتاب نديتي حاليا أخذت كتاب إدارة مالية ودادة وربعة على كتب تور نشر عراقية لو غرد هنا أنا إي عراقي لا أردني يعني الدار نشر بس هو الكاتب عراقي كيف السعر سعر عشرة تبريغ غالي لو رخيوك والله لا زيان يعني أنا سألة على سعر غير أسعارهم يعني أي ذلك بعد نتبحثين على إن شاء الله تتخص رسالتك لو خلاص تدور على المال منهجية تبحث شغلات تتخص الرسالة أموما أنت اليوم كعائل الله يحفظكم إن شاء الله كل يتكم حاضرين رأيك بالمعرض والله بصراحة يعني كلش حلو وده شوف أقبال يعني العالم بشكل واسع يعني هوايا جاين يعني شي مفرح ويعني يعني جيد عموما كل جيد أول يوم تجون توليوم أول يوم كنا فترة امتحانات ونسا الحمد لله كل الشكر للست وربي وافقة إن شاء سلام الله يحدي حلو اليوم أيضا دعوة لقلاب الدراسات العليا حقيقة واحد الدور يعني مثلا اليوم حوار الفكر في قاعة رقم واحد عاملة خصومات كبيرة جدا توصل خصومات إلى 80% اللي أي شخص عده اليوم دراسة بموضوع الدراسات العليا وكتابة الرسائل وغيرها يعني حقيقة دور نشر أخرى أيضا عاملة خصوم لموضوع الدراسات العليا فاليوم دحوه لكل طلاب الدراسات العليا إن كان ماستر أو دكتوراء يعني إذا قدرون يجون فما شاء الله هو يدور نشر نسوي تخفيضات كبيرة جدا طب أنا أحبت المشاهدين أكيد مكمل حلقتنا لهذا اليوم ولكن أترككم على الأجواء الخارجية لمحرف بغادي أحبت المشاهدين طبعا حجازنا الكبارية القوم وربي يحفظهم وشيوخنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبت المعرف باسمي وارح بداي محمد بهداوي بالمحافظة ديالة بالمحافظة ديالة نعم كان بني سعاد قريقة الشينا ما شاء الله تعرف بيت الجاري؟ نعم أعرفهم بيت الجاري أنا بقى شون ما تدي معلومات حتت صحي أو غلط؟ لا غلط إن شاء الله صحي؟ ما غلط سعى الحمد لله وشكرا معروفين بيت لبيا؟ نعم إن بيت لبيا؟ لا إحنا ألف أحد إن بيت لبيا؟ إن بيت لبيا؟ نعم وش معلومات؟ نعم الله يحب الله شعونك صحتك؟ الحمد لله بخير الله يحببك الله يسلم الله يحببك أخبار؟ الله يشتر عليكم والله بخير الدنيا إن شاء الله عش عجب اليوم جاي البغداد؟ هلموا دي المعرض؟ جاي المعرض اليوم ما البغداد جاي زيارة المعرض بغداد ويا بنتي يعني تشتري تشتري كتب واجيتوا ياها وإشتريت كتب؟ والله هذول الكتب يعني شوية أنا غراية والكتاب ضعيف وع Cyberpunk نعم حتى تتخوى أكثر نعم نعم نحن تخوى أكثر نعم شون رأيك بالأجواء المعرض؟ والله الحمد لله أجواء جيدة والحمد لله بالمعرض جيد جدا والحمد لله والعرب مفتاحة والله ويديمها إن شاء الله الله قد نيك ويخلي الأمان الحمد لله وشكرا وإيدالي شلون؟ والله ادياله الحمد لله والشكر جيد يقولك ماء ما بيه والله قليل الماء يعني بدياله ما شاء الله نعم يا ما شاء الله هم اليوم نطالب الجهاد المختصة نعم 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 صحيح تركت موضوع الزراعة والله الزراعة السنة ماكو زراعة ضعيفة يعني قليل يعني اكو على بيار يعني اكو فيه نعم هي والله زراعة ما عجيني شكرا لك نطعتنا من وقتك ورب يحفظك وخذ راحتك والله يحفظك ألا وسهلا ومشكورين يا قناة احنا قناة الايام الفضاء يا قناة الانوار الايام الايام الفضائية مشكورة على استثار الله يحفظكم ومشتر عليك واهلا وسهلا ومشكورين وخذ راحتك حتينا فضل استاذ من العزيز شونك استاذ ياهلا اهلا وسهلا خبار اهلا وسهلا ياهلا شن اليوم الكشف ايه احفظ على العشمن والله الله شكرا لك تزود ثالث مرة اجي وعندي عدة مقالات انا اكتبها انا مدرس عميد مع احد المعلمين متقاعد الله حني ايه اتقاعدة 2007 اجي ليهنا نهمنا نقرأ وخذها اونا نشتري كتب ايه اكتب مقالات كثيرة عندي مقالة تخص مقالات اه عندي مقالة رسالة الى دار السلام النشرة في جريدة الشرق العوسط الدولية بيها نبذ الطائفية تأكيد على وحدة العراق تسمعها؟ جزء جزء رسالة الى دار السلام تحية مفعمة بالحب والحنان الى بغداد الحبيبة كم كنت اتمنى ان اكون احد اولادك الصغار ليتمتع بحناني ام فاق حنانها كل امهات العالم فان تحقق ذلك سوف اظل متعلقا بك كتعلق الطفل الرضيع بزدي امي الحنون انت بيتنا الكبير وصح المزن الشعب الدارج بغداد ستة البلاد انت العراق من رايا شمالا الى الفاو جنوبا احتوت ارض بغداد على بعض المظاهر الحضارية المهمة شارع بينو آس ونهار ججل خالد وذكريات الشعر العربي وخان مرجان والمقام العراقي الاصيل والطلب البغداد الجميل وسوق الصفافير واصالة الظنان العراقي في الترقي على المعادن المستمدة من تراثين القديم وشارع المتنبي مجمو العلماء والعجباء والشعراء والفنانين والمثقفين الذي اصبح على مبارسة في العراق والوطن العربي والعالم هي الحقيقة طويلة رب يحفظكم هل قلت تحب بغداد بغداد انت الامل وولاتك في بغداد وولاتي بغداد وين بغداد بر صافح وين باب الشر جول خلاني حياتنا لك عجب الانسان هيش يتعلق بمدينة تمع العلم بغداد مرت عليها ظروفه ويا حروب والحصار والمفخخات غيرني شاف بغداد انهزم وحاضن وراح بولاتي في بغداد وولا عساني عندي ابن بالخارج بس انا ما كيف انا يكون بالخارج المرفض هازم يكون بغداد لان بغداد تحتاج الى وين ساكن ساكن بحي الجاد هاي جانب عني ولاتي ببر صافح اي هسا ساكن بجاالا خواليا كنات احنا قنات الايام الفضال هاي عالااه بنا عيل الساد بنا عيل الساد بنا عيل الساد مي蒂 طرد مية وثمانية كين وثمانية اي مية وثمانية لك من اللقاء راح اطضلك كل المعلومات حتى اطضلك اليوتيوب والفايس اي ماشي الله عيال ايى العنوار نورتنا حج انت العنوار انا بمخام انا يا انا المسأل مع السلامة حتى المشاهد يارو احنا عدنا قناة على اليوتيوب اسمها AYM بس تدخل عليها تشترك موجودة كل الفيديوهات مال معظم يعني اليوم تطلع اليوم تطلع فتبع الساعتين اشكرك بارك الله الله يحضر الله يحضر استفضل 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 الله يحضر استفضل السلام عليكم السلام عليكم اسمك انا عباس اسمك سيفدي يا مواليد انا مولفستوت مواليد سبع اطمان يبدوية الاكبر شوني مبارك والله الحمدلله وماشاء الله يا الله خير انا مدرس انجليزي وحاليا طالب ماجستير الادب انجليزي وزميلي ايضا مدرس انجليزي احنا جينا اليوم هنا على موضى ندور اشياء تخص مثلا الادب زميلي همين يريد يدروس ماجستير بس دنعاني بشاء الله انه وان الاشياء لتخص الادب يعني بحيث انه لمن جينا ما فتتحارضت بين النهو هذا وكتر الاشياء الكتب دا نشوفها تتعلقه بالقانون وداخلت محاصب وكذا وهي تشي جغلات يعني معالقين يجي مختصين نشوف اشياء عامة يعني انت تعرف الموضوع الادب مو انه تجي مثلا تقرأ روايا مو يجي لا مثلا الكتب الخاصة بتحليل النصوص الادبية عرفتش لون هاي الاشياء صارنا فترة دا ندور مدى نلقيه بصراحة هاي احد الصعوبات انه نتواجهنا هنا كتنظيم اوكي حلو مرتبوا وهذا الشي حلو انه يكون ببغداد ايش تجمع حلو ثقافي وبصراحة اني اتفاجأت وفرحت لمن اكو شفت يعني الناس بعمارة صغيرة يدورون كتب كل شي ايجابي بصراحة يعني شفتهم يقرون عندهم اهتمامات بحاني نفس المشكلة نعم نفس المشكلة شي حلو بصراحة كاميرا من الاشطر انت له هو والله هو اشطر هو اشطر من عندنا هو اشطر من عندنا مثلا اكو فيلم اجنبي تشوفه تشوفه بدون ترجمة بصراحة عادي وان خصاص الهداء في انجليز ومترجمة اي من المناسبة حدا المفردات بالافلام هذه عادية مش فتش صعب نحن نتعامل بالنصاص اكاديمية يعني النص اكاديمي اصعب من النص الداري مثل الهجة بريطانية ترد بريطاني ترد امركس ترد كوكني اكسن ترد كوكني اكسن اصعب شي اصعب شي اصعب شي هنا لكنتين كوكني اكسنت اللي هي العامية البريطانية المسلسل بيكي بلايندرز أغلب الشباب العراقيين متابعين هذا المسلسل توماس شيلبي هذو يحشون بالكوكني أكسنت العامية البريطانية بها هواي صعوبات مثلا هامر اللي هي المطرقة اله مي الفضية لفضها آمر آما ما يقول لها لاتمي تيلو مثلا مجون بريطانيا مثل مانشستر ليفربول مانشستر اسمها هاي 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 الكوكني أكسنت اسمها الاكاديمي اسمها اسمها اصعب واحد اسمها الامريكي الامريكي والبرطانيات الموجود بيهم الفصحى نسميه الامريكي بيها فصحة والبرطاني بيها فصحة بس اكو بيها سلانج سلانج يعني سوقية مال النقرز السود في امريكا هي صعبة كلش مثلاً عغلب العراقيين من يشرحون لهم مبارع البسيط مثلاً من ردينف اذا مفرد هي او شي يقول دوزنت هذا بالنقرز اللي هي الاسلانق يقول هي دونت هي ما يلتزم ما يقول ايو وير يقول ايو ووز هاي بالنقرز الحواعد ما عندهو الشي يجي بحلقية شي هاي اذني صعبات كلش لانها يراد لك ما موردة بالمناهج اليوم بالمقرات الاممية الجمعيات العالمية اللي تأخذ لغة مثل الامم المتحدة الرسمية طبعاً كنت تعرف الرسمية السروا اسال الامريكاني حتشون بالرسمية اسمها الاكاديمي اسمها RP الرسمية Received Pronunciation اسمها الفصحة الامريكان اكو ناس فاهمي الغلط عبالهم الامريكان اكسنت هي عامية الغلط الامريكان اكسنت هي اكسنت بالمناسبة اكو اكسنت و اكو دايلكت الدايلكت هي لهجة والاكسنت هي طريقة نطق شوان هاسم مثلا ابن بغداد يقول باوع ابني الديوانية يقول ان اوعلي يعني هاي اسمها لهجة اقول انبار داحك اي هاي اكو لهجة فحتى ببريطانيا موجودة الديالكت بكل منطقة فالديالكت مرتبطة بارتباط جغرافي بمنطقة والاكسنت همي انا بس شنو طريقة نطق مثلا ما يقول ثنك بالكو اقصد ما يقول ثنك اقول ثنك لأني اخبرك اخبرك يعني لأني اخبرك اخبرك كل التحية لكم واني آسف حطلتكم لاني تبحثون عن كتب خاصة بكم شكرا جزيلا الله يحفظكم الله يحليكم الله يحليكم ما شاء الله اليوم عدد كبير جدا في محرز بغداد دول الى الكتاب انت تلفزيون اذاعي داعي والله مو اذاعي والله العاية ما اذاعي بالتلفزيون تظهر سؤال طبعا ايه غلا نحن حداد بس عندك برنامج عدي عدي اقول لك انا انت مرأة انا بجس مرض السوا ايه ايفني مو ايه ايه شايفك حلو الله يخلي اخو يا شنو الان رح تلزموني انها يقول لانها قدوا لست ثمرون هشكل ايه شكل عظيم ايوان تخبر رقول لي خترتها يبا الله يبا الله يباك 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 شونك يباك صحتك جي جدا من وين من العراق من وين من العراق من ناصرية لا اصول اصول لا اسكن بغداد ببياع بالإعلام تقول قريب من عندني مانه سيدية ياتل يامحل 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 اثمانمية شنو الاسئلة ها ها تحقيقه ها ها تحقيقه ها تحقيقه ها تخلي تقاضي خلو كلها اقول ها اصلاح تكشت ها جاي جدا الله يخليك اخبار اه تمام كلش تمام المعرض واله حقيقه ناسمني جولت تحجي اسرار يلا حتى محد ما يسم اصلاح قابلها بالحب منش اننا الحذب اي 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 ماكو لا لا ماكو الحمد لله مستقر وكذا على الوبيت وكيان وتكوين وكل شو طبيعه ايه مو ماكو بس الدكوزارة الداخلية قوة لا لا اطلاقان والله لأنه هو انا خريج كلية فنوية جميلة ايه واخريج ادب انجليزي ايه الشهادتين عندي واحب الحياة واحب الكتاب ايه ومنتمي الى التقافة اتلاحظ تستيسوالي انا بس فريت منها هسه بعدي ما كملت ها اليوم اول يوم يجي اول يوم عنده صديق جاي من لندن هناك معرض كتب اه التحيدة كده بريطانيا صديقي اه الدكتور تقيت بيهم اكتر منك اه صديقي هاتع شنو كتاب سعد على العموم كصفحة محس انت نسجل له تسألني له والله مباشر مباشر الحالم كذا تشوف شون ورطك زين ورطك هذا مو صدق مباشر صدق والله العظيم مباشر شنو هل يعني الاسترخاء هاذه يجيك هاي وعد نفسك خلي حطور وكذا نعروا رعنة بس بصير القطع بعدين متأكد انا والله مباشر مباشر على العموم ياه ولتك ونلتقي بيك جوز النهاية تاج شتطينا رأيك بالله لا مرح تلتقين له هذا الرجل حاجزني اليوم انه جاي من الندل والله و طبعا يحزون هذا الجمال والقميص هاد الله يخليك فداعين يا خفحة والله عدك مش روح زوان والله عدك مش روح زوان لا لا يا ابني لا لا والله لا عندي احب الحياة احب الناس احب الكتاب ففضر اه ها ابني ايه ايه لانتوا واحدكم انسان الله يحب لازم تحب الانسان الله يحب انطلق من الحب واشتغل مع الحياة هاي مسألة كلها يلا روح دور وقالنا روايات عن الحب حتى يجيهم ما اخذها مني خف ما ارجع لك انا انا ندلي خف ما اجيك يا ابني ليس ما اخذها هسة صار عندي روية انا جاي معها سابقا زايرها وكذا وعدني تصور عنا كاملة تقطين رأيكم معرض بغاد دول الكتاب تقول لي افتر دولي كل سنة هذا يعني اقدر اقول ما شاء الله يعني اكون اه تواصل اه سابقا كان اكو معرض وقبل كان اكو معرض يعني ماضي يعني شي تحس انه شيء من الفرح واحنا بالضرورة نتيجة هذا تفشي الجهل الموجود على الساحل الانسراقية نتيجة التطورات والاحداث والانتكاسات وهو مثال خلت الناس يعزفون عن القراءة عندما تحس هذا الجمهور موجود تحس يا رب اقوم شيء من الخير انه ينتمي الى الكتاب والكتاب تعني مفردة تعني لغة والقراءة تعني هي وعي كل ما يقرأ الانسان يقال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلب فاذا القراءة هي دافع مهم والجانب الاخر يقول له اسلوبك هو جزء من شخصيتك اسلوبك هو جزء من شخصيتك وحضورك امام الاخرين بالمجتمع وبعدين ضدك شيء من الواعي وسع من الوفق في التفكير في التعامل اليومي الاجتماعي اللي موجود اذا هالجمهور الان احس منتشي بعض الشيء حسيت انه هذا المعرض هو اكثر قوة من المعرض السابق من حل التواجد الجمهور لوحيلي رغم الاجواء الترابية اللي مره اي 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 احسن يعني اتابع الجمهور والعدد اللي موجود يمكن شيء جميل وحضور المرهة ايضا حلو اكو حضور والطفل ايضا اي 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 اكو حضور شونا تحسن فاذا عندنا يحصل عالمين عالم متنبي وعالم معرض الكتاب وعالم تدفع الكتاب باتجاه الانسان كموعين كمثقفين كمدركين عندنا للقراءات باتجاه الكتب اتوعى الاخرين اقرأ اقرأ تحسن تبع عالم يعني حلو للعراق الارضية ولا متانة ولا جذور ولا اصور ولا ثقافة كل التحية والشكر اليك وانا مسبقى وحطلتك على اصدقاء لا ما عطلتك ما عندي شي دور اخوة قالي اخدك جولة اخدم انت اليوم مكاني اه اخدم انت مكاني اروه لا 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 اخدم انت مكاني اروه لا ما عندي هكذا سياق يعني فضلت تسمعي كده انها قال لي بصدت جرب تقدم برامد لا 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 ما مجرب هو اي ساعة اخي يعني هاي الكاميراك اخذ صديقي هاي الكاميراك واضع اه اتوين اي جرب ستين اخذ صدق لا الاحترام اللي عملك ويجب انت اخذ مكان لك ربي يخليك استمر اخذيك لا يمكن ان اكون بذين عندك اخذيك 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 الله يحب الله يحب مع السلامة شونك استاذنا الله يخليك لا يا ابحة شبيناتنا يعني اليوم يعني رب يحفظهم الاعراقين الاناقة واختيار الانوان والهاي لا 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 شيد ياو شي انت شيرتنا الله يخبر الله سلمك حبيبي العرضة والعمرة الله سلمك احرف باسمك استاذ استاذ راد موسى درويش مدرس مدد التاريخ الله صفي اعدادية ابغريب المساهية حياتنا اليك ولهنا في قضاء ابغريب الله وسينا الله حييك الله حياء اصلا تاريخ بحر حكيت حكيت طبعا رائق بالكتب التاريخية اللي موجودة بالمعاصر والله كتب حلوة لكنه معظمها داشوفها معا أو على طراز زين الكتب القديم أكو معظمها دايكتب عن تاريخ المعاصر برا فين وثلاثة فهذا تاريخ السمين كتب حسن هذا إلا بعد مرور 25 سنة وفع قرن نعم يا الله تكتب عن تاريخ حسن المعاصر هسه بعدها صراعات موجودة ما يندره من الصح من الغرب ولذلك انت ليش تبت بموضوع ليه السبعة دعليه لازم يبدون من الفين وثمانية وعشر نعم الفين وثلاثين حتى شوف انه هو أبرا فيه وثلاثة السلبيات والإيجابية احنا لحد الآن ما ندره انه من الصح من الغرب المجتمع وين رايح لا وين ما حاجه من خلال كلام العامة من تسمحها انت رايح نحوي السلبي مرح وهاي صعبة لا تكتبها السلبي نكتب بعدين وقلب ماك مراح توقف لكنه قف على فدعتب الصليبي ممكن مما قدها من كلمة اطرق الحديد وهو واحد لا واحد يقول لك انه ها بدام الاحداث انه قبل سنجل اقدر الحال اليوم الحالم متحاط شا تريد انت ولا هو الابداء تضرب ولا تقاس انه تضرب الحديد حديد جمال لكنه انت قاعد بعد ويا حياة فحالة حياة يومية تتغير يوم على يوم زين احنا ننام على شي ونصبح على شي لذلك يعني اتمنى انه هو شوية ما زلت تدرس نعم الطلاب تجي للجديد الحالي حب التاريخ او ينفر من التاريخ بصرح والله بعض الطلبة لانه عاشقين للتاريخ لا درج زين وبعضهم ينفرون من التاريخ اهنان دور الاب والاب يعني صدق قاني ولا يعني خاف انه يبالغ بالكلام ما له هذا انا صفر حامس ابتدائي لانه الوالد كان يحب الروايات انا قاري راس بغتين الزمق السوداء الحرب والسلام زين كلها قاري انه الوالد كان من يقرأ كتاب على القصطين يدبق قدامنا احنا احنا في سبيل انه راح نشوف شنو هاذا الابولة كان خبير زين وعرفناها هس الاب والام لازم نكون عليها دور هذا الموضوع اه موضوع القراءة طبعا هم هو هنان يجي من لا شرق مو عاشق يعني عليها مسؤولية لازم يعديها اه اه ما اعرف كل التحية لك استان بس اكو اتفضل اتفضل اكو طبعا ان شاء الله مقبل على التقارب نعم اتفضل نعم بس اوجه كلمتي للنواب جايناس فضل اكو حق من حقوقنا راح السلم اين هو احنا اولا في ازمة الاقتصادية في امال 2014 او 2015 بزمن حيدر العبادي كافة الموظفين نزلونه سلم درجة وظيفية هاي واحدة ووقفوا الترفيع لهم تعالى وده درجة واحدة اغضاعت يقدني عندنا اثنين صادوا غلط صدروا وكتابة ستين سنة عمره ستين سنة عمره يطلع عبو تاثو ستين فهاي راح يعني مظلوميات ثلاثة صارت عندنا فمن راح نطلع على التقارب ونطلع متاكل الراتب اللي اللهم خلينا حتى اللهم اللهم مشين العلاوات ماتنة اللهم مشين الترفيعات ماتنة سنة عمره فهاي مظلومية كل الدعم مظلومية اوجهها لعباء مجلس النغار بدون بها اوجهها لكافة مسؤولية البلد لانه هاي حقق ناس وانتم محاسبين من رب العالمين كل التحية والشكرة انا سعيدا شكرا طبعا احبت المشاهدين اكيد لقاءات ابواي بس خلي ااخد شوية راحة مكمن حلقة وايشَ وانه هم بعد نفسي خلال موسيقى أله من الضي조� موسيقى مثل نصدور موسيقى بس Camarone حاهد project قد رب العلم beliefs لكنقد رجعون الى كلام اتواعragon طبعاً هوا يسيلون على مواقع تواصل الاجتماعي الخاصة بكل هذه المواد اللي قاعدت تعرض في محرز أولاد الدولي على الفيسبوك الـ AYM بس بالبحث راح تطلع كل هذه الموجودات أو صورناها بالمعرض على اليوتيوب الـ AYM أيضاً نفس الـ وأيضاً على الإستغرام الـ AYM هذه هي منصات قناة الأيام الفضائية اللي يحرض كل البرامج التي يتعرض على شاشتنا العزيزة الأيام طبعاً كواحد يقرأ حنروح وراء يقولوا الأوح خليه اللي ينطي لك خلا وما ينطي السلام عليكم السلام أرحب الله عارض لك السلام أنت هناك بيك هاي طبعاً تعرفني لو لا شون مارك حفظ يعني مجبتك وتقوتك من بعيد أخبارك شونك 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 عرفناك محمد الحسني محمد شل إعلامي إعلامي سستقفراطي زميني العزيزة والله ماذا بحثت على كتب إعلامية لو جاي؟ ما شاء الله تعمل كتب الدينية شف؟ يعني أخو كيد جاي نطلع على الكتب ونستثمر هذا اليوم يوم الجمعة وما شاء الله نشوف اليوم إقبال جداً شبير على المعرض يعني من الصبح إلى الآن إقبال شبير على المعرض معاكس ديتش الأيام شأن الإقبال ضعيف كيف سوي يومي يا جاي؟ يعني هذه الأجواء، أجواء الكتوب، الثقافة وين قصيت عليك بالإسئلة؟ ها؟ وين قصيت عليك؟ طبعاً شي حدو اليوم حتى الإعلامي، الرجل الدين، الرياضي، المهتم بالتاريخ كلهم اليوم جايين إلى معرض بغداد الدولي للكتب وأيضاً أريد إسئلك السؤال أيضاً مهم جداً شو شفت الأسئلة؟ يعني الأسعار متراوحة بين إنه أشوف دور متعاونة وعدها خصومات وبين أكو دور يعني ما أدري، يعني ما مسوي خصومات يعني جوز تكاليف الطبوع أكيد يعني هاي مسألة كون أنتبه لها هو زايد لسا هي بالتالي هو جاي من غير دولة ومشارك هذا يعني عندك ملاحظات أخرى على المعرض بما أنك يومية موجودة هنا ومن بداية إلى النهار الملاحظات إنه الوقت أعتقد إنه ما كان يعني ما أخده من المعرض يعني يعني بداية الأيام من بداية افتتاح المعرض إلى اليوم ومشبنا إنه لكبار ضعيف شانا على المعرض صح وللأسف يا هاي مشكلة بينما ما اليوم ما شامل اليوم هي اليوم بس جيد الفائدة، اليوم هو القبل الأخير هم الوقت الضائر نورتنا شكراً فضل أحبت المشاهدين طبعاً أيضاً عندنا زميننا الإيطالي وايّطالية أم أيطالية؟ مذاقش لا والله إيطالية أتك دليل؟ شنو؟ إيطالية أخبارك والله العمد الأبقى رحتك الشب نشكر الله أنت مخرج؟ لأ أنا معج برامج بحثت على شي خاص مجال عملك؟ والله بحثت حقيقة بعض الكتب اللي تفيد عداد البرامج بتعرف هاي اللي بحث عن ايش امور ويش قضايا تثري معلوماتك انت حتى تعرف شون تكون الفكرة تكون البرنامج بصورة صحية حتى المتلقي يفهم انت شتري تتعرف باسم ديار حمار ديار بتأثرت بمدرسة معينة بعدات البرامج يعني مثلا بمعدين عراقيين او مصريين او سوريين لو انت لا ما تأثرت الصراحة ما تأثرت شا تحبت عند اي برامج من اي نوع يعني انا اكثر البرامج اللي اعدها البرامج الثقافية البرامج الصباحية البرامج من المسابقات يعني عندي برامج عندها ظاهرة بالشاشة او لشخصيات فنية محروفة تابقات وغيرها مسابقات وبرامج ثقافية برامج خلي نقول نصيحة تنصح المتلقي صحيح وهذه ريك بالاعلام العراقي هل هو فيه تطور ام فيه تراجع بما انك داخل بهذا المجال واحنا ايضا داخلين بهذا المجال ولكن انت كمعد اكيد نظرتك تختلف عن مثل نظرة مقدم البرنامج نعم اكو تطور هو لازم اكو تطور هل اثرت ايجابي؟ اغلب الجمهور بالتواصل الاجتماعي لما يعلق يقول شوف اعلامنا وين وصل بيه الانحدار وين كان اعلامنا قبل وين نهز ليش ليش لها الجمهور يش بسبب اكو دخلاء على الاعلام يعني الاعلام بيه دخلاء وانت تعرف انت اعلامي ومواكب الموضوع وتعرف الامور اللي دا تصير اكو شخصيات ما عندها شهادة بالاعلام مو يم الاعلام اللي مجرد عندها فلاور على الانستقرام ملايين جي بي وصل رسالة من خلالها يعني ما يتحب على شخصيات اللي عندها شهادة اللي يكون اكاديمية ردو شي جاهز تفهم عليه اشلون؟ هاي من يتحب؟ نقابة الصحفيين ام هيئة الاعلام والاتصال؟ شي مشترك مين؟ الاكثر الاكثر والله ما اقدر امطي نسبة لانه اذا امطي نسبة راح ارضهم جهة او جهة هتا عظو بالنقاب؟ انا عظو لا لا تنتقدهم ليسا مو قصص الانتقاد لا والله بس هو التريكة الغيلة والقضية انه جهتين تتحمل يعني اكو شخصيات تنعفو اكو شخصيات تدرر للساحة فعيدة كل البعد يعني ما لها علاق او اكو معاه اقدر تشتغل امو اكون اعلام خلال اسبوع خلال اسبوع او خلال شهر او خلال شهر اعلام بالممارسة واكو اعلام اكو موهبة شخص موهوب كل التحية شكرا جزينا شكرا جزينا ديار شكرا جزينا الله خليكم استادنا الغالي الله يحضر شلونك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا تحرف حسين غاز رشيد باحث في بيت الحكمة طبعا احنا بيت الحكمة عندنا جناحة هنا في المعرض بغداد انا من المحافظات لكن من وين؟ في بيت الحكمة من ديالة تحياتنا اللي هنه في محافظة الله يسلمك رحمة الله والديك تخصص بباحثك شنو؟ والله انا باحث اقتصادي اي في قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ونحن كل سنة نشارك في المعرض شاهدت اكل كتب اقتصادية تفيدك في بحوثك؟ طبعا يعني الكتب الاقتصادية من الكتب المهمة اللي دائما تكون موجودة اي لكن المعرض هاي السنة شوية يعني احنا كمشاركين يعني بيت الحكمة نعم كمشاركين كان لانه جاء في وقت الامتحانات كان شوية الاقبال يعني قليل على يعني وذاك الزخم الجماعة لكن اليوم الحمد الله يعني بعد ما خلصت شوية امتحانات لكن اليوم احس يعني الحركة احسن من الايام السابقة اي كل التحيير اهلا وسهلا بكم ياهلا ورحبه ياهلا ورحبه ايه طبعا ايضا اخونا التقبيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ميصا كي خب الله يحببك شكرا صدقا شكرا حبيب الله حلو حيونك حلوة حبيب جايوف انت؟ لا عمي لا ما شلون علي كتيلوني ابن عم حبيبي ها؟ ها؟ مباشرة يخصنا والله يا رئد الله يسمع من حلكك والله انتوقع والله بشكل لك بس هو الريال مدريد عنده حاضر أول مشكلة حاضر هو تريح كمارات مو شرط اللعب وداعتك يا الله يا رب صحح صلاح وماني والجمع ان شاء الله احنا امننا بهم وذولا شونك؟ حبيب الله يسلم عرف بي علي من بغداد وين بغداد؟ مدينة الصدر لحياتنا لكل اهل نبي انتصدر مدينة الشعر والثقافة تجيت هنا تبحث على اي كتب؟ والله على الكتب الاجتماعية التاريخية حلوة يعني شئ عجبه؟ والله أنا استوني دخلت الصراحة اليوم اول يوم؟ ايه اليوم اول يوم استوني دخلت يعني بعدنا يعني ما متطرق على الكتب فسوى شي اكيد القي عن الكتب الحلوة والجميلة يعني اني العامة وت العامة انا اجي ما اجيت بالايام اللي راحت؟ والله تعرف ابتحانات وهي طالبان وين طالب؟ قليت اعلام طبعا من صنصرية لحياتنا اكيد يعني زمين ايه الله يحب طبعا ان شاء الله تشرف الله يحوضك تشرف حبيبي عندك ملاحظات على حول التنظيم؟ المعرب؟ طبعا التنظيم المعرب يعني هاي السنة مش بصورة جيدة يعني انا دخلنا التنظيم مالي الدكورات اللي مغيرين بها شي حلو وجميل يعني صورة جيدة وماشاء الله يعني شي حلو كل شي حلو التنظيم كل شي حلو كل التحية اليك علي الله يحوضك الله يحوضك الله يحوضك شوالك استاذ؟ بتاع قلاج يمك أخبارك إن شاء الله نعم سهلا اتعرف الاستاذ هايثم عشان عراف تخصصه؟ من لغة العربية من محافظة سواسط قبان نعمانية حيات الهنة في واصب شو شفت المعرض؟ والله المعرض لا بأس به معرض منظم وجيد يحتوي على كثير من الكتب التي يقصدها الرواد فلهذه السنة شفنا المعرض جيد وإن شاء الله الى الأفضل رأيك بالأسعار الكتب؟ الأسعار نوعا ما غالب نعم يعني مو رخيصة اللي جاي للمعرض يتوقع أرخص أرخص نعم ولكن احتمال يعني الأجار أو احتمال يعني شون ترتيبهم محد تقيت كتب تمثل تخصصه؟ نعم نعم حصلت على كتب ما شاء الله كل التحية لك وستمتع للجميع ان شاء الله العزيز يوفقكم ان شاء الله طبعا حبة المشاهدين كل الحب والتحية لكل الحاضر من مختلف المحافظات العراقية والمدن العراقية وحتى مشاركين من خارج العراق طبعا اكيد احنا مستمرين بتخطيتنا لهذا اليوم ولكن نرجعنا ياكم أحبة المشاهدين ومكملين تقيتنا لهذا اليوم من معرض مغداد الدولي الكتاب نلتقي مع الأستاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعرف بك أستاذ أستاذ الدكتور فلاحة سنثويني كل يد الاقتصاد جامعة المسنصرية ومشرف قسم دراسات الاقتصادية في بيت الحكمة دكتور اليوم لما اجيت الى معرض والت مشارك بالمعرض شنو رأيك اليوم بالكتب اللي انت متخصص بها ليقيت كميات ونوعيات جيدة او لا المعرض يفتقد لمثل هذا النوع من الكتب نعم هي بالمناسبة كان اليوم عندنا ندوة باستضافة ناب محافظة البنك المركزي حول الدور التنموي للبنك المركز العراقي في تقليص فجوة التمويل الحكومي وبالتأكيد الجولة تشمل مارض بغداد الكتب متنوعة يعني في ظل تورة التكنولوجيا والفيسبوك اصبح الكتاب الالكتروني هو يعني يعني مصدر لطلب الدراسات لكن يبقى الكتاب الورقي هو يعني ذائقه والطار يبقى حريص على قراءته والي طلع عليه فبالتأكيد بعض الكتب ضمن التخصصات موجودة وبعضها تفتقد اليها فبالتأكيد يعني فترة المعرض اللي اشوفوا اليوم جدا واسعة للمعرض يعني اكثرهم بدا يدعون الى تمديد فترة المعرض يوم او يومين او ثلاثة يعني قبل يوم 28 اكو تمديد توقع والله هاي بقى يبقى حسب ادارة المعرض ويعني اتفاقاتهم او عقودهم ويا الاخرين ان شاء الله دكتور ممكن استثمر وجودك معانا نعم اهم حدث اقتصادي باخر سنتين نقدر نقول هو موضوع رفع سعر الدولار نعم هل اليوم بعد هذه الفترة اللي من رفع سعر الدولار الان هل استفاد الاقتصاد العراقي ام لم يستفى قد يكون الحديث في الاقتصاد الكلام به بالمطلق غير دقيق الامور دائما تؤخذ بنسبيته تخفيض سعر صرف الدينار في الجانب الايجابي وجانب سلبي اللي طغه هو الجانب السلبي لانه الشطر الاخر من الموضوع لم يتم نعم يعني الجانب الثاني في تخفيض سعر الصرف هو كان يفترض ان تم اجراءات مع تخفيض السعر وهذه مع الاسف ما تمت بسبب موضوعي واخرى غير موضوعي يعني لو تمت اللي تتعلق به الضراب القمرقية العواد او المردودات اللي تترتب على التخفيض كان تكون الثمرة لهذا التخفيض مثمرة لكن تعرف هو اخر من يعني تضرر هو المواطن محدود الدخل او الذي ليس لديه دخل لكن خطوة يعني في ظل ارتفاع العائدات او اليرالات نفطية قد تكون التجاوزت شوي تم تجاوزه نعم ممكن يعني اليوم عودة سعر الصرف السابق لو بعض الصرف النقد عامل وعنصر مهم التغيرات الكثيرة وسريعبي تخلق نوع من الارتباك في السوق وبالتالي يعني ليس من المستحسن او ليس من المفضل تغييره في هذه الفترات السريعة مدام السوق الان يشهد نوع من الاستقرار النسبي فاعادة التخفيض الان في هذا الوقت تكون غير مستحسن بالتحية وشكرا لك دكتور مرحبا استاذ الدكتور فلاحد ويني شرفنا الله يحلي الله يحلي الله يحلي بما انه اليوم برناق هذا بث مباشر الله يحلي بما انه اليوم خلنا نتكلم بواقع نستثمر وجود الجميع ان كان اقتصادي رجلجي غيرها رياضي من هذه الامور استفاد منهم ومن معلوماتهم الامود ايضا نخدم ونخفيد بها مشاهد قناة الايام الفضائية هذا اليوم محور قناة الايام هو المواضن العراقي احنا نأتذر خاف من نطلح على غير مواضيع ونعمل الكتاب ولكن نستثمر الحاضرين القاومات العلمية من اجل وصول هذه المعلومات لكل الموجودين طب انا احبت المشاهدين الاجواء جدا جدا رايحة خاصة مثل ما دا اشوف بره اجواء جميلة وحقيقة تمثل صورة مشرقة جميلة على بغداد عاصمة العراق عاصمة الرائدين طبعا انا وياكم الى الان تنتهي تغطيتنا من تغطية خير جليس وراح اترككم ببعض اللقات الجميلة العامة لمحرص بغداد الدولي من الكتاب الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة